دكتور معتصم يعني بايدن يريد أو يهدد بتعليق شحنات الأسلحة بعد أن أكد أن الأسلحة التي أرسلت استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين وأيضا أصابت عدد كبير من الفلسطينيين من ضمن الجرحة 77 ألف أزيد من 77 ألف جريح فلسطيني وهناك انتظار لعدد من الجرحة التي حالتهم خطرة جدا للخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح الذي تم احتلاله كيف هو الوضع مع احتلال معبر رفح وغلقه من قبل قوات الاحتلال وكيف هو أيضا وضع المستشفيات المتبقية في الخدمة دكتور معتصم يعني الواقف في داخل قطاع غزة بعيدا عن كل ما يتم تداوله في الإعلام للأسف ما يتم تداوله في الإعلام من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة الأمريكية هو لذر رماد في العيون أمام كل هذا المجتمع وأمام الرأي العالمي أنا أتحدث عن 215 يوم والمجازر لم تتوقف والقصف لم يتوقف وكل دقيقة نسمح خبر هنا وهنا وهناك ولكن جرائم الاحتلال استمر ومتواصلة بحق الفلسطينيين لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة آلة الحرب وآلة الدمار نهيك عن الحديث الآن في الاشتياح الأخير والتوغل في داخل مدينة رفح هذا شكل جديد عزل قطاع غزة بالكامل عن بقية العالم ما كان يدخل من وقود ومن أدوية ومن مستهلكات ومن إخراج للحالات وتحويل للحالات خارج قطاع غزة من الجرحة والمرضة أكثر من 10-11 ألف جريح ينتظرون الخروج والعلاج خارج قطاع غزة الآن أغلق هذا المعبر محافظة رفح تضم ثلاث مستشفيات متواضعة هي كانت عبارة عن مراكز رعاية أولية بقدرة سريرية محدودة أستطيع القول بأن محافظة رفح لا يوجد بها مستشفيات ذات إمكانيات تؤهلها لتعامل مع الإصابات الحرجة التي تصل إلى المستشفيات الآن من الثلاث مستشفيات الموجودة في داخل مدينة رفح مستشفيات أبي يوسف النجار خرج عن الخدمة وهو المستشفيات المتخطص المحيد الحكومي المتبقي كان في مدينة رفح خرج عن الخدمة بالكامل ما تبقى من مستشفيات هو فقط مستشفيات للولادة مستشفيات الإماراتي والمستشفيات الآخر هو مستشفيات خاص مستشفيات الكويتي الوضع الصحي في داخل محافظة رفح تحديدا وضع طعب جدا إذا تحدثت عن كل المنظومة الصحية أنا أتحدث عن 33 مستشعة خرجت عن الخدمة بالكامل 53 مركز رعاية أولية خرجت بالكامل المنظومة الصحية بالكامل انهارت ليس فقط المؤسسات بل استهداف الكوادر البشرية 493 شهيث فقط من الطواطم الصحية غير عن أكثر من 320 معتقل ما زالوا في داخل السجون الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر